اللقطات اللي حراركوا بتشوفوها دلوقتي دي دي لقطات من لحظات قليلة جدا المران الأول للأهلي وهو مران استشفائي بسبب رحلة الطيران والإجهاد وكلام من ده يعني فكل الأمور دي بتبقى طبيعية مع أول مران لكن بداية من الغد التدريبات الجدية كلها هتكون هناك في بريتوريا بتحديد للنادي الأهلي عندك بكرة 3 و 4 و 5 و جمعة إن شاء الله تدريبات تكون قوية قوي قبل مباراة يوم السبت ومن خلال التدريبات دي يقدر مستر ريني فيلر يستقر على الفكر والتشكيل اللي حيبتدي بيه هذه المباراة والسيناريو اللي محضره لمباراة القياب بإذن الله تعالى إحنا عندنا الأفضلية كسبانيلي 2-0 في مصر نقدر إن إحنا نكسب هناك كمان جبنا جون حيبقى حسبنا الأمور إن شاء الله ما جبناش جون إحنا قادرين إن إحنا نأمل دفعتنا بشكل كويس جدا رغم إن ده مش أسلوب النادي الأهلي يا الله أعلم مستر فيلر هيعمل إيه لكن الأهم بالنسبة لنا إحنا إن إحنا نسعد الأهم بالنسبة لنا إحنا نبقى موجودين في دور نصف النهائي نقابل بقى الوداد نقابل النجم وطبعا الأقرب الوداد دلوقتي بعد فوزه في مرات الزهاب على ملعبه 2-0 على النجم السحلي لكن ما تضمنش الظروف إيه الفرق كلها يعني متقربة فنيا في دور التمانية فبالتالي إنت جاهز وإنت مركز في المباراة المقبلة واللي حتأهلك إن شاء الله لدور نصف النهائي أكيد نتمنى لهم كل التوفيق إذا ما حراركوا شايفين كده هي تدريبات كلها استشفائية وأمر طبيعي وبيديه جدا جونير أجاهي واضح أو في السرعة يعني حالته يعني مطمئنة بشكل كبير جدا برضو خلينا أقول حركة أحمد فاتحي اختبار طبي كان ليه قبل المرة النهاردة والشارك في التدريب بشكل طبيعي واضح من بعض اللقطات اللي شفتها من شوية إن الأمور بالنسبة له جيدة علي معلول إيجاد في العضل الأمامية إن شاء الله برضو يعني خلال بكرة أو بعده بالكتير حيكون بالشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي يعني إن شاء الله الأمور كلها في صالح النادي الأهلي طبعا المكان اللي بيتمرنه فيه ده مش الملعب اللي حيتمرنه فيه لحد معاد المباراة طبعا هو فيه ملعب اللي قالنا عليه فاروق صلاح ده حيبقى فيه التدريبات النادي الأهلي بخلاف المران الأخير والرئيسي اللي حيكون يوم الجمعة بإذن الله على أستاذ لوكاس مريبي واللي حيستضيف هذه المباراة ماشي كل التوفيق لفريقنا الكبير فريق النادي الأهلي وإن شاء الله يفرحونا يوم السبت الجاي ده فيما يتعلق باستعدادات النادي الأهلي طبعا كلاما